27 محطة رصد أوتوماتيكية تخضع لإشراف إدارة الأرصاد الجوية منتشرة في مختلف مناطق البلاد الصحراوية والزراعية والبحرية هذه المحطات تقوم برصد عناصر الطاقس من درجات الحرارة على أعماق مختلفة ودرجات الرطوبة والضغط الجوي والرؤية الأفقية ودرجة تبخن المياه وغيرها مثل ما احنا شايفين على خريطة دولة الكويت منتشرة فيه عندنا المحطات الصحراوية فيه شمال الكويت وغرب الكويت في السالمي والأبرق ومطربة وكذلك العبدلي والوفراء محطات زراعية وعندنا المحطات البحرية منتشرة فيه مثلا جزيرة كبر وقارو ومرادم في الجنوب أيضا السالمية وميناء الأحمدي تختلف طبيعة عمل هذه المحطات ما بين البحرية والزراعية والبرية تختلف طبيعة عمل هذه المحطات باختلاف موقعها في قلب الصحراء أو في المناطق الزراعية أو في الجزر في البحر وهي مرقمة ترقيما عالميا تساعد المتنبئ الجوي في تحليل عناصر الطقس وتوقع حالته وقياس كميات الأمطار وتوقع العواصف الرملية والعواصف الرعدية تفيدنا طبعا بتحليل عناصر الطقس الحالية المرصودة تفيدنا أيضا كذلك إذا كان هناك عاصفة رملية قادمة من أي اتجاه نستطيع أن نتتبع حركة هذه العاصفة بمحطات الرصد أيضا العواصف الرعدية والأمطار نتتبع كميات الأمطار تحرك هذه العواصف سرعة هذه العواصف لأن توجد هناك سناصر خاصة حق الرؤية الوفقية سناصر خاصة حق الضغط الجوي كميات الأمطار كثير تقيص كثير من عناصر الطقس فمن الفائدة نحن شنسميها عندنا فيه هنا نسمي هذه العيون اللي نشوف فيها محطات الرصد هي العيون اللي يرى فيها المتنبئ الجوي الطقس الحالي في دولة الكويت هي تهتم أو تقيص عناصر الطقس الحالية فقط لكل محطة من هذه المحطات دور مختلف وهي تشكل قاعدة بيانات أساسية بالنسبة لإدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وفق منظومة تكشف كل عناصر الطقس الحالية والمتوقع